السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع حل نموذج اختبار قصير للصف العاشر يلا بينا نشوف نحله ازاي مع بعض بسم الله اول حاجة الاختبار القصير من 60 او 6 وده بيكون الستة دول من الاعمال اللي هي 18 درجة فبناخد براما ستة للاختبار القصير والباقي على موزع الاعمال السنة السؤال الاول بيكون سؤال او الكلمات ده عليه اه دركتين زي ما احنا شايفين وبيكون اختياري عندي اربع جمل اختيارات وبعدين السؤال التاني القواعد بيكون عندي سؤالين اختيارات وده من درجة يبقى كده ثلاثة ويتبقى ثلاثة على موضوع التعبير فنبدأ كده الفوكابلي او الكلمات اول سؤال بيقول لي choose the correct answer from a b c o d some countries number one use nuclear power nuclear power اللي هي الطاقة زي ما درستو النووية to electricity مع الالكتريسيتي اللي هي الكهوبة محتاجين فعل اللي هو ينتج او يولد اه سبويل لا اه generate last diminish diminish معنى اقل وlast يستمر وسبويل يفسد اه يبقى الاجابة generate يبقى to generate electricity لنولد او وننتج الكهوبة السؤال الثاني number two i managed to overcome overcome يعني اتغلب على all the وبعدين عندي blank that faced me اللي واجهني ايه الحاجات اللي انا اتغلبت عليها واجهتني عندي suspension عندي obstacles عندي عندي wear عندي nano shells طبعا احنا كلمة اه العقبات او العوائق اللي هي obstacles وهي دي الاجابة number three if people help the needy اللي هو المحتاجين people will live in tolerance and empathy يعني الناس هتعيش فيه تسامح وتعاطف انسوها يبقى مين اللي يساعد اي نوع من البشر او اي نوع من الناس عايزين نقول الاغنياء rich people او حاجة بهذا المعنى عندنا hazardous irreversible frequent affluent احنا دغسنا كلمة bravo affluent اللي هم rich people اللي هما الاغنياء number four fake news has damaged يعني ايه fake اللي هي غير حقيقي او زائف وdamaged يعني اه دمرت او خربت the newspapers ايه ايه اللي متعلق بالجايدة هنا اس الملكية which is gained in the last few years اللي اكتسبتها في الاعوام الماضية طبعا fake news تخرب ايه بالجايدة ال reputation اللي هي السمعة appliance الجهاز و insurance تأمين و anniversary اللي هو ذكره السنوي اه نوح للسؤال اللي بعده اللي هو سؤال القواعد وبيكون عندي فيه الاختبار القصير بس سؤالين واختياري اه كل سؤال عليه نص درجة اه دواس شونين براكتس يعني بيقول لي شوف اه بين الاقواس مطلوب ايه ونفذو اه number one if you heat water it 200 degrees it boil دي قاعدة bravo قاعدة ايف اي حالة عندي هنا مضارع بسيط لكن الجملة فممكن تكون الصفرية او الاولى لكن الجملة هنا حقيقة صح؟ يبقى احنا محتاجين هنا مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط لي الصفرية اللي هي ايه بقى if you heat water it boils ولا it would boil ولا it may boil طبعا اه منفعش may او wood لان هنا قلنا الحالة صفرية اللي هي boil يبقى الاجابة ايه مضارع بسيط مضارع بسيط وهنا it مفرد مفرد فهناخد معاها حفل اس على الفعل تبقى boils الجملة الثانية I wish قاعدة wish I join a swimming club when I was young بقولي correct صحة طبعا هنا الفعل join يحتاج الى تصويب طيب انا عندي حالتين لوش يا اما بتمنى في الماضي يا اما بتمنى في الحاضر طيب هنا بقى اعرف الجملة هل هي حاضر ولا ماضي مين يقول نمشي كده مع بعض when I was young عندما كنت صغير يبقى هنا تمني فين في الماضي فاذا كان في الماضي يبقى لازم اجيب ماضي تامل لو past perfect يبقى I wish I joined ماضي بسيط لا I wish I would join برضو ما تنفعش I wish I had joined وكمل الجملة يبقى هنا had joined اللي هو past perfect او الماضي التامل اوكي دي كده القواعد بتاعتنا والكلمات نوح على اخر جزء في الاختبار وهو writing او التعبير زي ما شايفين كده عليه تلاتين يعني تلاتة تلات درجات يعني نص الامتحان وبيقول لي عندي موضوع تعاني نشوف الموضوع ايه sooner or later fossil fuel will run out يعني آآ آجلا ام عاجلا الفوصل fuel اللي هو الوقود الحفوري والrun out يعني هينفد او هينتهي المطلوب plan and write plan اللي هو خطط اللي هو المخطط بتاع outline and write واكتب اللي هو الموضوع طيب هكتب ايه المطلوب مني a paragraph يعني فقرة واحدة of six كم جملة six sentences يبقى ست جمل يبقى المطلوب مني كتابة فقرة واحدة ست جمل امتحاني الفاينل هيبقى المطلوب ايه four paragraphs اربع فقرات في كم very good في اتناشر جملة لكن هنا في القصير مطلوب مني كام ست جمل فقط وست جمل من ست اصطر ناخد بل طيب ايه المطلوب بقى persuading persuading يعني مقنعا بتحاول تقنع your friend يعني هنا هنستخدم الاسلوب ال persuasive او الاقنعي about the benefits من اول هنا بقى of using alternative energy يبقى دي اول فكرة and where ايه ثاني how to save energy in our cars دي الفكرة الثانية ازاي نحافظ على الطاقة في سيارتنا يعني استهلاك الطاقة نخفضه في السيارة يبقى كده ايه حلنا الموضوع احنا بنتكلم عن فوائد يبقى انا محتاج اكتب فوائد الطاقة البديلة او استخدامات الطاقة البديلة ومحتاج اكتب كمان عن ازاي احافظ على او كيفية الحفاظ على الطاقة المستخدمة في السيارات دول الفكرتين طيب هتناول بقى الموضوع ازاي كالاتي اول حاجة الاوتلاين الاوتلاين اللي هو المخطط بينقسم زي ما احنا شايفين لان هي فقط واحدة introductory sentence جملة مقدمة جملة مقدمة مش فقط ننتبه تمام فممكن عندي الجملة الاول ان هي ممكن اشتغل على الجملة الاول ان هي او جملة من عندي تتكلم عن الوقود او اهمية الطاقة او ان الطاقة محتاجين بدائل ان الطاقة تنفذ وهكذا طيب تاني حاجة supporting details عايز تفاصيل مساعدة ايه التفاصيل اللي هما الجمل اللي هكتبهم اللي هقنع بيهم صديقي بالحاكتين دول طب احنا قلنا هما حاكتين او فكرتين اللي كتبنا عليهم فهاخد كل سطرين على فكر يعني السطر الاولاني هقول benefits of using alternative energy وهقول فاجتين في جملة كده هدمجهم في جملة ثم we can save energy in our cars by many ways واقول some of which are كذا وكذا بعض هذه الطرق هي كذا وكذا يبقى انا هنا عملت جملة في المقدمة اربع جمل في التفاصيل طيب يبقى ايه اللي هي الجملة الخاتمة وبرضو هأكد هي جملة واحدة هنقول فيها ايه الختام بتاع الموضوع ان احنا اه نلخص بقى اللي احنا قلناه ان عندنا اه في فوائد وعندنا في طرق وعندنا احنا محتاجين نحافظ على ممكن نقول ان احنا محتاجين نحافظ على الطاقة واستهلاك الطاقة وهكذا يعني اي جملة تلخص الموضوع تمام ده كده المخطط المخطط عليها ايه نص درجة يعني اه باقي ثلاث درجات اه درجتين ونص لان كله من ايه من ثلاثة طيب هروح هنا عند البارغراف البتاعي هيبقى عليه درجتين ونص هبدأ اكتب هنا الايه الست جمل بتوعي هسيب فراغ هنا في الاول زي ما احنا شايفين كده وابدأ من هنا من عند النقطة واخلص جملتي وبعدين ابدأ بحرف كابتل واعمل الجملة اللي بعديها واكمل كده بعدين نقطة يبقى دي كده جملة اتنين تلاتة اربع جمل خمس جمل وفي الاخر ست جمل هيبقى تقريبا بهذا الشكل تمام حسب خط كل واحد اوكي يعني هي فاقة واحدة بهذا الشكل ودي كده نظر سيئة وحل الاختبار القصير او نموذج اختبار القصير اللي غالبا بيكون فيه اه بعد الوحدة يعني بعد نص المقار تقريبا وآ بيكون زمن الاختبار حصة اللي هي ساعة ساعة زمنية او ساعة اللي هي الحصة الدراسية اه اتمنى يكون الموضوع كده واضح اه اللي عنده اي سؤال او استفسار يكتبلي في الكومنس واللي ما اشتركش الى الان يشترك في القناة عشان يتابع على طول الفيديوهات الجديدة اول باول ولو محتاجين احنا نحل نمازج اخرى اه اكتبوا لي في الكومنس واحنا ان شاء الله هحللكو في كمان ثلاث نمازج اخرى